السلام عليكم ورحمة الله اهلا باخواتي في كل مكان وحلقة النهاردة هننقل فيها اهم ورد يفك مشاكل حياتك باذن الله وهو عن اهم خمس حروف في صورة مريم والحقيقة ده كان الورد ده كان مطلوب مني عن كاف ها يا عين صاد الخمس حروف دول من يتمعمع فيهم ويتفحص فيهم ويكرأ صورة مريم بتدبر ويعرف ويستشأر قوة الله سبحانه وتعالى في عطاءه لسيدنا زكريا والسيدة مريم في الصورة دي وفي الخمس حروف دول باذن الله مشاكل كتيرة في حياتك تدفك وتعتبر ان انت يعني لو عملت الورد بتاع النهاردة ده اللي هيتنقل ان شاء الله معكم في الفيديو ده تعتبر انت حطيت ايدك على كنز عظيم انصحك تحافظ عليه وايضا الترقى بتاعت النهاردة دي طريقة كشف اكشف على نفسك بنفسك دون ما انت بقى تروح لحد ولا تدخل نفسك فيه قصص كبيرة بس سامحوني الفيديو هيتطول شوية يعني برضو عايز اقول كلمة للاخوة اللي دايما نقوله اختصر اختصر الكلمة دي دايما بتيجي فيه تعليقات يا جماعة دي فيديوهات تعليمية ماينفعش اختصر فيها ماينفعش لو انت انسان ما عندكش وقت او انت ما عندكش وقت تتعلم تقدر تخرج او تخرج بكل بساطة فيش داع تتعب نفسكم وتسيب الناس اللي عندها وقت وعايز المعلومة توصل لها بكل تقني هي اللي تسمع وتستفاد فانا هنا فيديوهاتي ما باختصرش يعني فيدي ربع ساعة او فيدي تلت ساعة او تمن دقايق او عشر ده اكتر او قل اختصر في ايه فانا حابب اوصل المعلومة من القلب للقلب واللهما لك الحمد فيه استفادات كتيرة وده اللي مشجعني على الاستمرار في المحتوى ده فانا لا اختصر عشان نبقى متفقين اللي حابب اختصار اتفضل هروح كناة تانية في الموقع ده عليه الافات الكنوات اللي بتختصر انا عندي هنا مفيش اختصار لان اللي خلاني قلت كده اخت او اخ بيقول انت في قلبك مفيش رحمة ما بتختصرش ما انتش مخصوب تسمعني اصلا او انت منتش مخصوبة تسمعيني اصلا فاللي عنده وقت اهلا وسهلا يتفضل يسمع واللي ما عندهش وقت براحتك تماما طيب خلينا بقى مع الورد الجميل اللي كلنا محتاجينه وانا عايزك تركز معايا عشان الورد ده انا عايزك تكشف بيه يعني لو عندك تعطيلات مشاكل ما بتنتهيش الاخت برضو اللي عندها تعطيل في الجواز مشاكل تعطيل الرز عدم التوفيق في الحياة المشاكل دي كلها فان عايزك تنفز تكشف على نفسك بالورد ده بنفسك يعني انت اللي تكشف على نفسك بنفسك بالورد الجميل بتاع النهاردة ده وطبعا يعني الافات القنوات تكلمت على الورد ده لكن بإذن الله النهاردة هنقلهولك بشكل يريح قلبك ولما تطبقوا من تاني يوم سكة في الله تشوف نفسك بقى المشاكل اللي انت فيها والديرة اللي انت غدصان فيها دي من ايه بالزبط خمس حروف ولكن أسرارهم عظيمة اللهم إني أسألك بهذه الحروف العظيمة وما وضعت فيها من السر والأسرار والنور والأنوار أن تقضي حاجتي وحوائج المحتاجين اللهم أمين يا رب العالمين جميل جميل طيب هنبدأ بقى في شرح الورد وركز معايا أول حاجة عايزك تعمل الورد ده على ركعتين صلب الليل من بعد احنا كده قلنا في أول الفيديو هتكشف على نفسك بنفسك وتشوف ايه المشاكلك وايه التعطيلات دي جايالك من ايه فانعايزك تعمله بالليل يعني على سبيل المثال تعمله من بعد الساعة واحدة بالليل كده إلى بقى وقت الفجرة اعمل فيه الورد ده وعشان نبقى يعني نفست وعد معاك بإذن الله سكة في الله إنك تشوف نتائج من أول يوم تطبق فيه الورد ده عشان ما يبقاش كلام وخلاص وتيجي لما تطبق بإذن الله تقول لنا أنت يعني إيه النتائج معاك أو حسيت إيه أو شفت إيه أو ظهر لك إيه أو أي حاجة من الحاجات دي جميل جميل هتعمل الورد ده فيه منتصف الليل معاك بقى في الوقت ده اللي أقول لك لحد أدان الفجرة هتتوضى وتصلي ركعتين صلاة وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ما تيسر على لسانك من ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء وبنية قضاء المشكلة دي يعني أنك أنت تنتهي منها وإنتي كذلك كده خلصنا ركعتين صلاة هتكرأ صورة مريم مرة واحدة وبعدها بعد ما تكرأ تخلص كراءة صورة مريم تكرأها بهدوء وبتأني وبتفكر وبوعي أنت كده بتكشف على نفسك بنفسك استشعر معاني الكلمات ومعاني الآيات اللي أنت بتقولها عشان كده بقولك مرة واحدة بس لو بتاخدها في ربع ساعة خليها تاخد نص المهم تكرأها بهدوء ومش هذكرك بقى يعني كل مرة أقولك الشهيك والزافير ده نعرفناه هنا إيه في القناة وده دايما بقدمه في الفوائد عشان تشوف نتائج سريعة تحصل معاك بإذن الله وده حاجة معانا على طول شغالة معانا ما بتتقطع الشهيك والزافير 24 ساعة لا ينفعش يتقطع عند أي إنسان فاعمل بقدر المستطاع أثناء الكراءة مرة واحدة بس سورة مريم وبعدها صلي على الحبيب محمد بالصيغة اللي أنت عايزها بعدد 21 مرة بعدد حروف البسملة يعني هتصلي على النبي بالصيغة اللي أنت عارفها بالطريقة اللي أنت بتصلي بيها على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أنا أفضل فيها الصلاة الإبرامية بعدد 21 مرة و21 مرة دي عدد حروف البسملة يبقى كده عرفنا طريقة الصلاة على النبي وعرفنا أن احنا هنكرأ صورة مريم مرة واحدة الخطوة الثالثة هما أربع خطوات فيه الورد ده الخطوة الثالثة هتردد الخمس حروف دول بعدد الزكرة اللي احنا بنقوله بنبدأ بيه بعد كل صلاة هتردد بعدد 33 كاف ها يا عين صاد 33 بعد ما خلصت ترديد الخمس حروف كاف ها يا عين صاد بعدد 33 تقول الدعاء ده بعدد 11 مرة اللهم إني أسألك واستشعر معنى الدعاء ماشي لأن انت بتكشف على نفسك بنفسك اللهم إني أسألك بهذه الحروف العظيمة وما وضعت فيها من السر والأسرار والنور والأنوار أن تقضي حاجتي وحوائج المحتاجين بعدد 11 مرة يبقى قلنا كاف ها يا عين صاد الخمس حروف دول بعدد 33 وقلنا الدعاء اللي انت سمعتني بقوله كده 11 مرة وخلي فيه استشعار ويعمل فيه شاهيك وزفير وقلنا تكرق صورة ماريان مرة واحدة بس وقلنا الصلاة على النبي بالصيغة اللي انت عارفها واللي قلبك بيرتاح ليها طبعا أنا فضل الصلاة الإبراهية بعدد 21 مرة وكده على ركعتين صلاة وتنفذ الطريقة دي لمدة 14 يوم وبنفس المعاد بنفس التوقيت اللي تعمل فيه الورد ده كل يوم في نفسه التوقيت ما تخلفش المعاد طب يعني خلفت المعاد بلا إرادة يعني غزبا عنك ما فيش مشكلة في وقت معين مثلا اتأخرت شوية ما فيش مشكلة الالتزام هيعرفك النتائج بس انت مش خسران حاجة ابدأ بس وعمل كده الأخت اللي عندها تعطيل في الزواج يعملي كده نفذي الورد ده الأخ اللي عنده تعطيل في الجواز أو عنده مشاكل في الرز أو عنده مشاكل مع الزوجة أو الزوجة اللي معها مشاكل مع زوجها أو فيه ديء في الحياة بصفة عامة قضاء الحوائج بشكل عام إليكم الورد الهدية ده ننفذه لمدة 14 يوم بإذن الله ثقة في الله مشاكلك هتتحل يعني هتتحل بصكتك في ربك هتتحل وانت بتكره وواعي هتتحل وانت بتستشعر قوة الله سبحانه وتعالى في عطاء السيدة مريم من الخيرات وهي كانت يعني يعني لوحدها يعني ما كانتش تشتغل يعني ما كانتش في أي جهدي منها في قوة الله سبحانه وتعالى فعطاءه للسيدة مريم ربنا هيفك قربك بقوة الله سبحانه وتعالى وانت بتكره وبتستشعر الآيات دي فعطاء لسيدة زكريا مشاكلك هتتحل وهكذا من الآيات في سورة مريم نسأل الله التوفيق للجميع ويا ربي حقق لكم كل أمانيكم قبل ما سيبكم في الفيديو ده في حد يعني يعني حد أكبرن أن أنا أرد عليها في الفيديو ده فبيقول لي مرتين أو ثلاثة التعليد يا جيني أخت أو أخ يعني مش عارب بصراحة الإيميل أخ أو أخت فبيقول لي أنت بمعاك مشكلة في الإبتسامة لا بالعكس على فكرة ده أنا أحسن واحد يتحك بس ده دي معلومات دينية يعني مش فاهم يعني أعمل إيه مرة برضه قبل كده تحكت في فيديو يعني تسامت في فيديو عادي يعني فلقيت حدي بقول لي تب ليه إبتسامت حيارتونا معاكم انضحكنا تقولوا بتضحك ليه ما تحكناش تقولي وأنت بينك وبأن اللي ابتسام حاجة لا على فكرة أنا بضحك وبحب إضحك جدا ولكن الموضوع وما فيه ده محتوى ديني ما ينفعش إن احنا نضحك كده وخلاص ربنا ما أحرمنا منكم ونسأل الله التوفيق للجميع ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اشتركوا في القناة